في كل انتخابات تسعى الأحزاب للالتفاف على رفض الشارع لها فمن إسلامية إلى مدنية إلى تشرينية تتغير تلك الأحزاب لتحاول التناغم مع مطالب الشارع الرافض لها من خلال استخدام المال السياسي وخداء الشارع بطرق عدة لتعلن مفوضية الانتخابات عن نيتها تطبيق البند القانوني المتعلق بمراقبة تمويل الأحزاب من أجل المساواة في المشاركة الانتخابية في المقابل يستبعد مراقبون نجاح المفوضية في تطبيق هذا القرار في ظل قدرة القوى السياسية على إخفاء حقائق متعلقة بمصادر تمويلها فضلا عن امتلاك بعضها نفوذا داخليا وعلاقات خارجية تجعلها في مأمن من أي إجراءات للمراقبة أنا غير مستبشر بهذا القرار وأراه هو قرار الخطوات الإعلامية فقط لا أعتقد أن هناك إمكانية للمفوضية للمحاسبة هناك أحزاب سياسية هي من جاءت بالمفوضية فلتستطيع المفوضية أن تدقق وتبحث عن مصادر تمويلها خطاب إعلامي جاء نتيجة الضغط الجماهيري للقوى المدنية والأحزاب الجديدة ويتوقع أن تكون الانتخابات القادمة هي الأشد تنافسا للصراع الحزبي من أجل البقاء بعد أن أعلنت المفوضية عن تسجيل أكثر من أربعمائة حزب حتى اللحظة مقارنة بمئتين وأربعة أحزاب في الانتخابات السابقة عام 2018 من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية